النهاردة رئيس السيسي تلقى اتصال مهم من الرئيس الفرنسي إمانويل مكرو اللقاء تم تطرق فيه لعدد من الموضوعات الثنائية ومحل تمام المشارك بكل تأكيد ولكن الشيء المهم كان فكرة التسامح والتفريق ما بين الدين الإسلامي والإرهاب هأحيل لحضراتكم حسب ما ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول هذا الاتصال هاتفي من مكرو بالرئيس السيسي إن في هذا الإطار الرئيس أكد على ضرورة التفريق الكاملة ما بين الدين الإسلامي وما يعدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبد العنف وما بين الأعمال الإرهابية اللي بيرتكبها بعض المدعين أو المنتمين للإسلام والإسلام منهم بريء وهي أعمال مدنة في كافة أشكالها ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أي من الأديان السماوية في القيام بيها الرئيس أضاف كمان وقال للرئيس مكرو أن في ضرورة مهمة للتركيز على أن المجتمع الدولي ينشر قيم التعايش ما بين المنتمين للأديان المختلفة من خلال الحوار ومن خلال الفهم ومن خلال الاحترام المتبادل للعقائد وللمقدسات وللمعتقدات وعدم المساس بالرموز الدينية كمان الرئيس قال للرئيس مكرو أن مصر مستمرة في القيام بضرها في هذا الإطار وهي من أول من دعا في هذا بأن يجب أن تكون هناك مقاربة أو تحالف أو تعاون دولي عشان وقف الجماعات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب من تأجيج هذه الأعمال اللي بتدعو في النهاية إلى تشويه صورة الإسلام والمتاجرة بمشاعر الناس وربما هذا الأمر اللي بنشوفه وبنرى ظلاله على الدور اللي بتقوم به تركيا في هذا الإطار والمتاجرة بهذا الأمر اشتركوا في القناة